سؤال يطرح نفسه بوضوح في هذا المضمار الذي أنا بصدده لماذا هذا التركيز على منهج اليماني؟ الجواب لأمرين كان هذا التركيز في هذا البرنامج على منهج اليماني؟ أولهما أول هذين الأمرين الذم الواضح والواضح جداً في كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة هناك ذم واضح جداً وليس هناك من مدح واضح إلا للعدد الأقل للقلة الكثرة المتكاثرة من مراجع التقليد عند الشيعة إنني لا أتحدث عن الشيعة وعن كتب المراجع أنفسهم الذين يمدح بعضهم بعضاً لا شأن لي بهذا الهراء إنني أتحدث عن كلمات أئمتنا فقد حدثونا عن مراجع التقليد عن فقهاء الشيعة في زمان الغيبة الثانية ذموهم أشد الذم إنني أتحدث عن الأكثر منهم الأئمة ذم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ذمًا شديدًا واضحًا ومدحوا القليلين منهم مدحوا القلة القلة القليلة هذا على مستوى الروايات والأحاديث أما على مستوى الواقع فإننا إذا أردنا أن نعود إلى كتب مراجع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا ولا زال الأمر مستمراً إننا نجد مكتبة غاطسة في الفكر الناصبي كتب تفسيرهم كتب عقائدهم فتواهم وفقهم إنني أتحدث عن طريقة الاستنباط عندهم بشكل واضح تركوا منهج علي وآل علي ونقضوا بيعة الغدير وارتكسوا في القذارات الناصبية على الأقل هذا ما أعتقده وقد أثبته بالأدلة والبراهين والحقائق والوثائق عبر مئات ومئات من الساعات وكل ذلك موجود على الإنترنت وكل ذلك يبث عبر هذه الشاشة عبر شاشة القمر فهذا هو الأمر الأول هناك ذم وتقبيح واضح لأكثر لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة ولأكثر ما يسمى بفقهاء الشيعة في حديث العترة الطاهرة المدح المدح للقلة القليلة والذم للكثرة المتكاثرة لماذا؟ لأنهم نقضوا بيعة الغدير ونكثوا عهد الولاية والإمامة مثل ما خاطبهم إمامنا الحجة بن الحسن في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد وعبره خاطب مراجع الشيعة وخاطب أكثرهم وهو يقول صلوات الله عليه مذجنح كثير منكم يا مراجع التقليد عند الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو واقع أكثر مراجع الشيعة في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة فما حالهم الآن إذا كان الخطاب في ذلك الوقت للأكثر سيتوجه الخطاب في يومنا هذا في ساعتنا هذه إلى الجميع الجميع نقضوا بيعة الغدير ونكثوا عهد الولاية والإمام كتبهم عقائدهم أبحاثهم فتاواهم طريقة استنباطهم تفسيرهم للقرآن كل شيء صدر منهم هو في غاية البعد عن منهج علي وآل علي هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني المدح الواضح الأكيد لشخصية اليماني وهذا المدح له بسبب منهجه المرضي الشخصية الوحيدة في زمان الغيبة الكبرى التي صدرت الأوامر من الأئمة بوجوب طاعتها وبوجوب نصرتها وبحرمة الالتواء على مراده وغايته وبرنامجه هذا شيء واضح في كلمات المعصومين وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة سأوضح لكم الصورة بأمثلة وصور ولقطات من حديث علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكتاب الذي بين يدي هو نهج البلاغ هذا الكتاب الذي جمع فيه الشريف الرضي ما استطاع أن يجمعه مما اختاره هو من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علي هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 417 في الباب الذي جمعت فيه قصار الكلمات العلوية الكلمة التي رقمت 443 كلمة أمير المؤمنين قالها حينما بلغه ووصل إلى مسامعه نعي الأشتر إنه مالك ابن الحرث النخعي الأشتر رضوان الله تعالى عليه فماذا قال أمير المؤمنين مالك وما مالك والله لو كان جبلا لكان فندا الجبل الفنت الجبل المنفرد المتميز في علوه وفي وفي صعوبة الصعود إلى قمته مالك وما مالك والله لو كان جبلا لكان فند صلدا ولو كان حجرا لكان صلدا لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر ليس ليس الخيول هي العاجزة حتى الطيور الطائرة إنها مهما طارت ومهما علت في جوها فإنها لن تستطيع أن تصل إلى قمته مالك وما مالك والله لو كان جبلا لكان فند ولو كان حجرا لكان صلدا لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر إنه جبل منفرد بين الجبال شاهق في العلو لا ترتقي ذلك الجبل جياد الخيول ولا تتمكن الطيور من أن تقارب علوه في طيرانها جبل منفرد متميز ذلك هو مالك مالك النخعي مالك وما مالك لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند النصوص التي أضعها بين أيديكم طلبا للاختصار وفي النهج نفسه في نهج البلاغة الشريف الكتاب الثامن والثلاثون في باب كتب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا الكتاب الثامن والثلاثون يوجهه سيد الأوصياء إلى أهل مصر متى وجه هذا الكتاب إلى أهل مصر حينما ول الأشتر عليهم وكان ذلك في أخرياتي أيام أمير المؤمنين في الكوفة وبالنسبة لمالك فإنها آخر أيام حياته فلقد قتل مسموما في طريقه إلى مصر والحادثة معروفة في كتب التعريخ ماذا كتب أمير المؤمنين إلى أهل مصر حينما ول عليهم الأشتر من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه إنه يشير إلى موقفهم في معارضتهم لعثمان للخليفة عثمان فلقد جاء المصريون معترضين ورافضين لظلم الخليفة والحكاية مفصلة في مصادرها الأمير هنا يمتدح موقفهم في رفضهم لظلم خلفاء السقيفة ولظلم عثمان تحديداً هنا من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر السرادق الخيمة الكبيرة الواسعة العريضة العالية جداً هذا هو السرادق فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن الضاعن هو المسافر هو الراحل والمقيم فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه هذا هو حال خلفاء السقيفة لذا أمير المؤمنين في الشورى التي تعرف بالشورى العمرية بعدما قتل ابن ابن الخطاب الخلافة الخلافة ورفض كل ما يتعلق بها فحال عثمان كحال الذين سبقوه من خلفاء السقيفة تلك تلك هي السيرة التي رفضها سيد الأوصياء هي هي فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاع فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه أما بعد فقد بعثت إليكم فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله أمير المؤمنين يصف مالك الأشتر هنا ويحدث المصريين عن مالك أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع لا ينام أيام الخوف إنه صاحب همة إنه صاحب عزيمة إنه صاحب حزم وصاحب رأي هذا هو الذي لا ينام أيام الخوف لا ينام أيام الخوف ولا ينكل لا ينكل لا يفر ولا يصيبه الجبن والخور لا ينام لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع الروع هو الخوف والخوف الشديد يستمر في وصفه فيقول أشد على الفجار من حريق النار هذا هو مالك مالك الأشتر أشد على الفجار من حريق النار وهو مالك بن الحارث أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق حتى مالك مطلوب من الذين تحت إمرته من المصريين أن يدقق في أوامره بينما اليماني كان الكلام بشكل مطلق سنأتي سنأتي على إعادة قراءة ما جاء بخصوص اليماني مر الحديث ولكن المقام يقتضي الإعادة فحتى مالك بكل تلك المواصفات وبمواصفات أخرى تتحدث عن علو رتبته مع ذلك أمير المؤمنين يقول للرعية وللذين يكونون تحت إمرته تحت إمرت مالك فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق فإنه سيف من سيوف الله هذا مالك فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبة ضبة السيف هي حده والسيف الذي تكون ضبته كليلة هو السيف الذي لا يكون حادا لا يكون قاطعا وحينئذ لا نفع فيه لذا فإن الإمام يقول في وصف مالك فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبة ولا ناب الضريبة الضريبة هي الضربة أو هو مكان الضربة ولا ناب الضريبة النابي هو الذي لا يقطع سيف فاشل فمالك هذا سيف منسي في الله لا كليل الضبة ولا ناب الضريبة فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم الإحجام هو عكس الإقدام ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته شدة الشكيمة شدة القوة والعزم وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم فمالك بكل تلك الأوساط والإمام هكذا يقول فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري ومع ذلك الإمام يقول للرعية فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق هذه الصورة احتفظوا بها تذكروا المنزلة العالية لمالك الأشتر ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يقول للرعية فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق فما تقولون عن مراجع الشيعة وماذا لعبوا بنا مالك وهكذا يقول أمير المؤمنين عنه ويطلب من الرعية أن تسمع له وأن تطيعه فيما طابق الحق فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق نذهب إلى فاصل صورة أخرى أنقلها لكم من رجال الكشي الكتاب المعروف هذه الطبعة هي طبعة المركز الذي ينشر آثار العلامة المصطفوي إنها طبعة إيرانية هذه طبعة الطبعة طبعة في طهران إيران الناشر مركز نشر آثار العلامة المصطفوي 2004 ميلادي صفحة 595 وبداية الحديث في صفحة 594 رقم الحديث 1112 بسنده عن علي بن المسيب قال لقلت للرضا لإمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه شقة بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت شقة بعيدة المسافة فيما بيني وبينك إنه يتحدث عن البعد الجغرافي قلت للرضا شقة بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني ومعالم الديني العنوان الأول فيها العقيدة فممن آخذ معالم ديني فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا قال علي بن المسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتشت إليه ممن آخذ معالم ديني ماذا قال الإمام الرضا من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا الحديث هنا بحسب حدود ما جاء في الرواية الشريفة الكلام في أجواء العلم الديني فزكريا فزكريا ابن آدم مأمون على الدين والدنيا وبشكل مفتوح وواضح ومطلق من دون من دون تقييد الحديث هنا عن العلم الديني لم لم يتحدث إمامنا الرضا عن قيادة الأمة والقيادة قد تكون في حال حرب في حال سلم القيادة تكون لإدارة أمور العباد ومصائرهم وما يرتبط بشؤون حياتهم واقتصادهم وإلى بقية ما تحتاجه الرعية في حياتها وبقائها ورفاهية أيامها إلى كل ما تحتاجه المجتمعات البشرية حين كان الكلام عن مالك الأشتر فإن مالك الأشتر مأمون على الدين والدنيا في الجانب العلمي لكن حينما يكون الحديث عن القيادة والزعامة وإدارة الأمور فإن الأمر قد لا يتوقف على شخص مالك بما هو مالك فمالك حين يدير الأمور وغير مالك أيضا هناك المساعدون هناك المستشارون هناك وهناك وهناك من الذين يعملون في أجواء بطانته فحينما تصدر الأوامر منه فلابد من تفحصها إذا ما حصل الشك في ذلك ولذا فإن الأميرة أمر الرعية أن تسمع لمالك وأن تطيعه فيما طابق الحق قضية القيادة والإمرة الحكومية والزعامة وتدبير أمور الناس قضية تختلف اختلافا كبيرا عن مسألة المرجعية في العلم الديني ولقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج شهر رمضان ألف أربعمية واحد واربعين هجر قمري عن مواصفات مرجع التقليد وعن مواصفات قائد الأمة فقائد الأمة له مواصفات ومرجع التقليد الذي ترجع إليه الأمة في شؤونها الدينية والدنيوية من جهة الأحكام من جهة معرفة الموقف الديني الموقف الشرعي هذا له مواصفات وذلك أعني القائد الذي يقود الأمة في مختلف شؤونها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وإلى بقية الأمور له مواصفات تختلف عن مواصفات مرجع التقليد الذي يرجع إليه في معرفة معلومات عن شأن ديني لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع فليس البرنامج من شأنه أن يوغل في هذه التفاصيل فزكريا ابن آدم مأمون على الدين والدنيا لأن الكلام في شأن العلم الديني وهذا الوصف كان متوفرا في مالك الأشتر هو مأمون على الدين والدنيا في جهة ما ينقله لنا من علم ديني عن محمد وآل محمد هو مأمون على الدين والدنيا لكن الأمر حين يتعلق بشؤون المجتمع بشؤون الأمة بالقيادة السياسية والعسكرية والإدارة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فإن الأمر سيكون مختلفا من هنا كان الحديث بخصوص زكريا بن آدم عن أمانته عن مأمونيته عن أنه مأمون في شأن الدين وفي شأن الدنيا فليس الحديث هنا عن زكريا بن آدم فيما يرتبط بقيادة الأمة في شأنها السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي مثلما مر الحديث عن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه ومن رجال الكشي إلى الكافي الشريف وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران وهذا هو الجزء الأول صفحة 369 رقم الحديث بحسب التسلسل العام 861 وبحسب الباب باب في تسمية من رآه عليه السلام من رأى صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه الحديث الأول أأخذ جانبا من الحديث فالحديث طويل هذا الحديث مروي عن عبد الله بن جعفر الحميري وهو من رجالات الغيبة المهدوية شخصية مرموقة معروفة عبد الله بن جعفر الحميري رضوان الله تعالى عليه هو يقول وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق وهو أيضا من الشخصيات الشيعية المرموقة رضوان الله تعالى عليه ومن أصحاب وخواص أئمتنا من أصحاب إمامنا الهادي من أصحاب إمامنا الحسن العسكري من الرموز الشيعية الفاضلة وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن إنه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي قال سألته وقلت من أعامل من أعامل في أمر ديني من أعود إليه كي أعرف مرادكم يا آل محمد من أعامل أو عم من أخذ وقول من أقبل فقال له العمري ثقة الإمام يتحدث عن عثمان ابن سعيد العمري الذي صار سفيرا أولا في الغيبة الأولى في الغيبة الصغرى عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه أحمد بن أسحاق يسأل الإمام الهادي من أعامل أو عم من أخذ وقول من أقبل فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي ما أدى إليك عني فالعمري إذا نقل عني فإنه ينقل عني فخذ بقوله وتمسك بهذا الشرط إذا أدى عني أما إذا أراد أن يتكلم بحسب استنتاج شخصي عائد لفكره هو فذلك أمر آخر لا بد أن ينظر فيه هل يطابق الحق أو لا يطابق الحق العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع في هذه الجهة الإمام حينما قال فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول وفرع على هذا فاسمع له وأطع إذا ما نقل لك عني فإنه الثقة المأمون وأخبرني أبو علي نفسه إنه أحمد ابن أسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه الذي يقول وأخبرني هو عبد الله ابن جعفر الحميري وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام إنه إمامنا الحسن العسكري وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له إمامنا العسكري العمري وابنه ثقتان عثمان ابن سعيد العمري وولده وابنه محمد إنه السفير الثاني السفير الأعظم والأكبر بين سفراء الغيبة الأولى الإمام العسكري هكذا قال العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان فالعمري وابنه هما مجرا لما يريده إمامنا الهادي إمامنا العسكري إمامنا صاحب الأمر لاحظتم الكلمات واضحة فما أدي إليك عني ما أدي إليك عني ما أخبراك من أنني قلت كذا من أنني أريد كذا أريد منك أنت أريد من الشيعة بشكل عام فما أدي إليك عني فعني يؤديان وما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونة وهذا الوصف مثلما ينطبق على العمري الأول وعلى العمري الثاني ينطبق على زكريا بن آدم وينطبق على مالك الأشتر لكن لكل شخص من هؤلاء لكل من هؤلاء وظيفته ولذا فإن الحديث يأتي بحسب المسؤولية التي ألقيت على عاتق مالك زكريا العمري الأول والعمري الثاني إذا ما ذهبنا إلى التوقيعات الشريفة وهذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلام قموا المقدسة إذا ما ذهبنا إلى الرسالة الأهم إلى التوقيع الأهم رسالة إسحاق ابن يعقوب والتي وصلت إليه وصلت إلى إسحاق من طريق السفير الثاني من طريق العمري الثاني محمد ابن عثمان فماذا جاء في هذا التوقيع وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي المساحة هنا صارت أوسع لماذا لأن ما كان في زمان إمامنا الهادي وفي زمان إمامنا العسكري صلوات الله عليهما كان الحديث عن نقل رواية وحديث كان الكلام عن علم ديني مثل ما مر في زكريا بن آدم فيما يرتبط بالموقف الديني في الجانب العقائدي أو فيما يرتبط بشؤون الدنيا في حياتنا اليومية أما السفراء فإن شأنهم يتجاوز قضية المعلومة الدينية إنها مسألة إدارة وقيادة ولكن في ظرف له قصوصيته في زمان تقية وفي زمان غيبة للإمام ولكن ضمن المواصفات التي كانت في فترة الغيبة الأولى وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عن وعن أبيه من قبل فإنه ثقة وكتابه كتابي نذهب إلى فاصل في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة هي الطبعة التي أقرأ عليكم منها دائما إنها طبعة ذو القربة قموا المقدسة صفحة 274 رواية التخليد الرواية الأم في باب التخليد وفي باب تشخيص الموقف الموقف الشرعي للشيعة زمان الغيبة الكبرى الرواية طويلة لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منها ماذا ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم وهذا مصداق واضح يؤكد ما أشرت إليه قبل قليل من أن الأئمة مدح القلة القليلة من مراجع التقليد عند الشيعة وذم الأكثر الرواية نفسها تتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة وتقول هذه الرواية وهو قول صادق صلوات الله عليه من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فأكثر مراجع التقليد عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء هم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة هذا كلام صادقي ما هو كلامي فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه يعلمونكم إلى هنا ويسكتون وهذا دليل على أنهم فقهاء سوء مراجع سوء لا يكملون بقية الكلام وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذه الجملة لا يكملونها لكم وحينما يتحدثون في الفضائيات أو على المنابر أو يكتبون اليافطات يبترون الحديث فللعوام أن يقلدوه ويسكتون لا يكملون لكم ما قاله صادق وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لأن أكثر فقهاء ومراجع التقليد عند الشيعة هم كذابون لصوص ضالون مضلون الصادق يقول ما أنا الذي أقول لا أجد وقتا لقراءة هذه الرواية وقراءة غيرها أحاديث أهل البيت مشعونة بذم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والمدح للقلة وهذا هو منطق القرآن القرآن على طول الخط يمدح القلة ويذم الكثرة لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة ولكنني سأذهب إلى الجهة التي أريد الحديث عنها ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولا وهذه المجموعة من الأوصاف هي التي حدثتكم عنها في برنامج شهر رمضان ألف أربعمية وواحد واربعين هجر قمري في مواصفات مرجع التقليد بحسب العترة لا بحسب حوزة النجف مواصفات مرجع التقليد بحسب حوزة النجف لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد من تابع البرنامج فإن مواصفات مرجع التقليد عند العترة الطاهرة تبدأ بالوفاء ببيعة الغدير الوفاء بمواثيق بيعة الغدير لا كما فعل مراجع النجف ونقضوا بيعة الغدير بحسب تفاسيرهم وبحسب طريقة استنباطهم وبحسب منهجهم العقائدي حيث ركهضوا باتجاه النواصف وسآتيكم بالأمثلة في الحلقات القادمة وإذا ما رجعتم إلى برامجي السابقة فإنها مشحونة بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد ما هي مواصفات مرجع التقليد بحسب العترة الطاهرة أولاً الوفاء ببيعة الغدير وثانياً الفصاحة التي يفتقد إليها كل مراجع النجف أكثر مراجع النجف إذا ما تحدثوا يكونون سبباً لسخرية الوهابيين أو لسخرية شباب الشيعة الفصاحة الرواية والذي لا يكون فصيحاً فإنه لا يحسن الرواية الدراية والذي لا يحسن الرواية إنه لا يحسن الدراية وخامساً الأمانة هذه مواصفات مرجع التقليد عند آل محمد والتي لا يشار إليها أساساً ولا تذكر هناك مواصفات عائمة غير واضحة وأكثر المواصفات جاءوا بها من كتب الشوافع عودوا إلى برنامج شهر رمضان ألف أربعمية واحد وأربعين هجر قمر على شاشة القمر وستطلعون على كل هذه التفاصيل بالمصادر والوثائق والدقائق هذه الأوصاف هي التي عبرت عنها بحسب الروايات بصفة الأمانة زكريا ابن آدم مأمون على الدين والدنيا هذه مواصفاته لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلده وذلك لا يكون إلا بعض تذكروا هذه الكلمة بعض بعض إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم نحن في زمن الغيبة الكبرى والإمام الصادق يحدث هنا عن مراجع تقليد بهذه المواصفات وهم قلة ومع ذلك فإن الإمام الصادق ماذا قال لعامة الشيعة قال فللعوام أن يقلده ما فرض عليهم ذلك لماذا لوجود خيارات أخرى فللعوام أن يقلده يكون التقليد واجباً لهؤلاء إذا حصر الطريق بالتقليد أما إذا كانت هناك خيارات أخرى فسيكون خياراً من الخيارات فللعوام أن يقلده مواصفات راقية لا تتوفر إلا في القلة ومع ذلك فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم يفرض هذا الأمر أما واقعنا الشيعي مراجع لا يحسنون قراءة صلاتهم وينسبون لأنفسهم من الأوصاف والمقامات التي لا يمتلكون شيئاً منها ويدعون أنهم ينوبون عن صاحب الزمان ويضحكون على الشيعة أن يأخذوا الأموال منهم على أنها أموال صاحب الزمان وعينما تصل إلى جيوبهم تتحول إلى أموال مجهولة المالك هذا موجود في كتبه وسيرتهم هكذا ويفرضون ولايتهم وسلطته وهذا أدل دليل على كذبهم وعلى ضلالهم وعلى دجلهم وقداعهم هذا هو منطق العترة الطاهرة مالك الأشتار بكل عظمته ومع ذلك فإن أمير المؤمنين يقول للرعية للمصريين اسمعوا له وأطيعوا فيما طابق الحق فما قيمة هؤلاء الذين لعبوا بديننا الذين لعبوا بنا لعبوا بمصائرنا ويا ليتهم أحسن في شيء واحد هم لا يحسنون قراءة صلاتهم وكل ذلك قد عرضته لكم في البرامج السابقة بالوثائق وسأعرض لكم غيره فيما يأتي فللعوامع يقلدوه خيار من الخيارات في رسالة إسحاق ابن يعقوب وأنا أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدق وأما الحوادث الواقعة الإمام ما قال في كل شيء قال في الحوادث الواقعة ما يستجد من أمر عامة الشيعة لا يعرفون الموقف الشرعي بخصوصه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم الإمام ما قال فإنهم حجتي عليكم حتى تكون القضية مطلقة ليس هناك من مراجعة ومناقشة قال وأنا حجة الله عليهم فإذا ما رجعت إلى راو الحديث الذي هو حجة إذا كنت عالما بأنه حجة ليس كل راو للحديث يكون حجة راو الحديث الذي هو حجة من قبل صاحب الأمر إذا ما أعطانا موقفا بخصوصي حدث من الأحداث واقعة من الوقائع من الحوادث الواقعة وهناك ما يدل على عدم الصواب فإننا سنناقشه نراجعه لأن الإمام قال وأنا حجة الله عليهم حجيتهم متفرعة عن حجيته فإذا فإذا ما ثبت عندنا شيء جاءنا من قبل إمامنا وراو الحديث هذا الذي نعتقد أنه حجة عن صاحب الأمر جاءنا بشيء يخالفه قد يكون صادقا قد يكون مصيبا لكننا نملك علما يخالف ما يقول فلا بد أن نناقشه لا بد أن نراجعه حتى نتأكد من المسار الصحيح هذه هي الغاية من قول إمامنا الحجة وأنا حجة الله عليهم لهم حجية محدودة الحجية المطلقة هي للإمام صلوات الله عليه فإذا كان قد وصل إلينا علم من قبل الإمام من من سبق هذا الراوي أو من راوي آخر فإننا نناقش هذا الراوي وإن كان حجة من قبل الإمام لأن الإمام لم يعطه الحجة المطلقة وإنما قيدت حجيته بالحجية المطلقة هو حجة تحت ظلال تحت سقف الحجة المطلقة هم يأخذون هذه الرواية وأنا كنت أفعل مثلهم حينما كنت مخدوعا بما يقولون يأخذون هذه الرواية يطبقونها على مراجع التقليد وهي أبعد ما تكون لأن مراجع التقليد ما هم برواة للحديث هم لا يحسنون قراءة صلاتهم فكيف يروون الحديث راوي الحديث لا بد أن يكون فصيحا لا بد أن ينقل لنا الرواية مثل ما قالها أئمتنا والراوي يتكلم راوي يروي الذي يروي هو الذي يتكلم وليس الذي يكتب يكتب بعد ذلك هذا أمر آخر لكن الأصل في الراوي أن يتكلم فإذا كان المرجع لا يحسن أن يقرأ صلاته فأي راوية للحديث هو فلا هم برواة حديث ولا هم بحجة عن الإمام المعصوم وحتى لو كانوا رواة للحديث وكانوا حجة فحجيتهم محدودة فالإمام قال وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكُلُّ هَذَا بِحُدُودِ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ مساحة الحوادث الواقعة مساحة ضيقة هم يضحكون علينا ولا زالوا يضحكون عليكم كلمات الأئمة واضحة وصريحة وبينة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم اجمعوا بين هذه النصوص وبين هذه الوقائع وإن كان عرضها عرضا موجزا ومختصرا وسريعا لأنني إذا أردت أن أدقق في كل هذه التفاصيل فلا بد أن أقف طويلا عند كل جملة عند كل لفظة حتى نصل إلى النتيجة التحقيقية تحقيقية الكاملة ومع كل هذا فلو توفر مرجع بكل هذه المواصفات التي يريدها أمتنا فغاية ما في الأمر يكون مأمونا في نقل المعلومة التي ترتبط بشؤون ديننا وشؤون دنيانا هذا هذا هو الواضح في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأمانة 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 نذهب إلى فصل وعود إلى برنامج قدمته فيما سلف من الأيام إطلالة على هالة القمر والبرنامج متوفر على الشبكة العنكبوتية إطلالة على هالة القمر حديث عن قمر الهاشميين وهناك تناولت هذه الآية بشيء من التفصيل لا أستطيع أن أفصل كثيرا فيما يرتبط بهذه الآية في هذه الحلقة لكنني جئت بها كلقطة كصورة لتوضيح ما أردت توضيحه فيما يرتبط بالتأكيد على منهج اليماني إذن هذه الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة سبا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظاهرة وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَا وَأَيَّامًا آمِنِيهِ هناك قُرًا مُبَارَكة وهناك قُرًا ظاهرة وهناك سيرٌ ما بين الليالي والأيام لكنه سيرٌ آمن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرًا ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين بحسب ما جاء في حديث العترة الطاهرة القرى المباركة محمد وآل محمد القرى المباركة عنوان لصاحب الأمر لإمام زماننا القرى الظاهرة هم فقهاء الشيعة رواة الحديث المأمونون على الدين والدنيا ليس هالذين ينتشرون في أوساطنا أما السير إنه السلوك الحركة العمل النشاط الفاعلية فيما يرتبط بشؤون الدين والدنيا سيروا فيها ليالي وأيامًا الليالي مظلمة والأيام منيرة إنها شؤون الحياة المختلفة ومراتب الإيمان والفتن سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين وهذا الأمان إنما يأتي بسبب مأمونية القرى الظاهرة هذا ما هو كلامي ماذا جاء في التوقعات الشريفة إمام زماننا هو الذي يقول أن أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 510 الحديث الثاني أذهب إلى موطن الحاجة ويحكم هذا كلام إمام زماننا في توقيع من توقعاته الشريفة يحدثنا بذلك عبد الله ابن جعفر الحميري عن محمد ابن صالح الهمدان ويحكم أما تقرؤون ما قال عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ونحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة الخطاب موجه إلى رواة الحديث إلى فقهاء الشيعة المأمونين أمثال زكريا بن آدم أمثال العمري الأول العمري الثاني أمثال مالك الأشتر أمثال هؤلاء ونحن والله هذا كلام صاحب الأمر ونحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة وما أشار إليه الإمام الصادق من الفقهاء القلة المرضيين ينطبق هذا الكلام عليهم كل بحسب درجته ورتبته لا على المراجع الأكثر الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يقول إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ونحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة ماذا قالت الآية في سورة سبا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمني هذا هو الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه صفحة 334 إنه الحديث التاسع عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه في معنى قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ماذا قال إمامنا السجاد قال آمنين من الزيغ فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين إنهم المأمونون على الدين والدنيا تلاحظون أن حديث أهل البيت يشكل لوحة متكاملة ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على علم الأصول ألا لعنة على المنهج الحوزوي الطوسي سيروا فيها ليالي وأياما آمنين إمامنا السجاد يقول آمنين من الزيغ أي فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين الصورة واضحة جدا لو ذهبنا إلى الآية التي بعدها ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها فماذا قالوا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسه ما أرادوا أن يسيروا في هذا الطريق ذهبوا إلى طرق النواصب هذا الطريق القريب تركوه فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق هذا هو الحال الذي نحن فيه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ماذا تقول أحاديثهم عن الصبار الشكور أعود إلى الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن إنه جامع الأحاديث التفسيرية صفحة 336 الحديث الثالث عشر بسنده عن جابر بن يزيد إنه الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء صبور على الأذى فينا شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ذهبوا إلى من هو بعيد عن آل محمد وقالوا عنه إنه نائب صاحب الزمان فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ماذا يقول الباقر في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال صبار على مودتنا صبار أكثر من صابر صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء صبور على الأذى فينا شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت وتستمر الآيات ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين هما ناطقان كما يقول أمير المؤمنين كما يقول إمامنا الصادق إمامنا الجواد كل الأئمة يقولون حديثهم واحد هما ناطقان ناطق ينطق عن الله وهم الذين ينطقون عن الله ونحن ننقل عن الناطقين عن الله وناطق ينطق عن الشيطان فمن فمن استمع وأنصت وأصغى وتعلم من ناطق ينطق عن الله فقد عبد الله أما من استمع وأنصت وأصغى وتعلم وقلد ناطقا ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان الذين يذهبون إلى مناهج النواصب هؤلاء ينطقون عن الشيطان وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلى بقية ما جاء في آيات الكتاب الكريم بعد كل تلك الصور وتلك اللقطات حينما نذهب إلى غيبة النعماني ونقرأ ونقرأ ما جاء عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط باليماني إنني أقرأ عليكم من غيبة شيخنا النعماني والرواية طويلة حدثنا بها أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا أو يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن نواهم وليس في الرايات راية أحدى من راية اليماني إنها الراية الأحدى وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم إلى بقية الله فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذه المواصفات لم ترد لا في الحديث بخصوص مالك الأشتر ولا بالحديث عن زكريا ابن آدم ولا بالحديث عن العمري الأول والثاني ولا بالحديث عن الفقهاء المأمونين في زمان الغيبة الكبرى ولا عن رواة الحديث الذين هم حج تلاحظون المنزلة العالية والواضحة والبينة لهذا اليماني ومن هنا قلت أني أحاول أن أكون على منهج بقدر ما أستطيع من خلال التدقيق في الأحاديث أن أكون على منهج مقارب لمنهج اليماني أنا عردت بين أيديكم الحقائق اليماني هو القرية الظاهرة التي هي أكثر أمانا لمنهجه للحديث لمنهجه تتمة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث عن اليماني وعن هذه القرية الظاهرة التي تتسم بالأمن والأمان وختاماً وختاماً أقول الأمان 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 يا صاحب الزمان أسألكم الدعاء جميعاً نلتقي غداً إن شاء الله تعالى على هذه الشاشة في أمان الله